اشتركوا في القناة وكانت وزارة الخارجية وشؤون المختربين قالت مساء السلساء ان مركز العمليات في الوزارة تلقت اتصالات من اقرباء ومعارف ناشط اردنية على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بان هناك انباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بانه توفي في جمهورية مصر العربية واضافت الوزارة في بيان ان الوزارة تتابع هذه الانباء من خلال السفارة الاردنية في القاهرة والتي بدورها تتواصل مع الجهات المصرية الرسمية للتأكد من حقيقة هذه الانباء وكانوا الناشطون قد تداولوا خبر مفاجئ يفيد بوفاة اليوتيوبر الاردني احمد الخليلي الا ان شقيق الناشط الخليلي نفى الخبر والحمد لله رب العالمين الحمد لله سلامات الحمد لله ربنا يحفظه وبارك في عمره ويحفظه الاهل والله مأمين دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله